اهلا بحضراتكم مرة تانية خليني يبتدي معاكم بأهم خبر واللغة اللي حصل خلال الساعتين ثلاثة اللي فاته بخصوص خبر كده انتشر خبر غير صحيح بالمرة وبالتحديد كمان سياغته ما كانتش يعني موفقة خالص لكاتب هذا الخبر وهو حتة ان الاهلي تم اختاره بان المباراة بتاعة نهائي دور الابطال افريقيا مع الوداد ستكتمل في حالة تعطل تكنية الفار الخبر نزل بالطريقة دي فانا حابب اوضح لحضراتكم بشكل رسمي بشكل رسمي اللي حصل بالضبط لان كمان في سياغة الخبر تم التطرق للاجتماع الفاني فهوضح لحضراتكم اللي حصل بالضبط لم يختر النادي الاهلي سواء بخطاب او باي شيء اي ان كان اي هو بخصوص هذا الشأن او اي حاجة تدي مفهوم لنفس المعنى محدش قال من مسؤول الاتحاد الافريكي للنادي الاهلي يا جماعة لو المطش وهو شغال الفار تعطل المطش هيشتوك مالعادي ما حصلش ما فيش الكلام ده خالص طب ايه اللي حصل عشان برضو في ناس تقول اصل في اللوايح اصل مش عارف ايه كلام من ده اعليش دعوة ده لو موجود في اللوايح دي حاجة تانية دي حاجة تانية كنت تكتب السياغة بالطريقة دي لك ايه بتكلم على الرسم اللي حصل حتى لو الكلام ده ممكن يكون موجود في اللوايح اتقال عكسه ركز معايا ويفهم كلامي ركز معايا ويفهم كلامي لان الجزائي دي خطيرة جدا جدا وممكن يكون في لعبة بتتلعب والأسف الاعلام المصري ممكن يكون بيساهم فيها وهو مش قصده وهو مش قصده ايه هي ان يا جماعة لو حصل تعطيل في تكنية الفار اهو المواقع عندكم في مصر هي اللي كاتبة ان احنا قلنا لكم لأ الاهلي محدش قال له اي حاجة بالخصوص ده خالص خلي بالك من النقطة دي اللي تقال للأهلي عكس الكلام ده كله في الاجتماع الفني النهاردة قالولهم مسؤولي اتحاد الافريق للنادي الأهلي وممثلي النادي الأهلي فهذا الاجتماع قالولهم ايه يا جماعة احنا بنوعدكم بنوعدكم ان الفار هيشتغل بمنتهى الكفاءة في المباراة النهائية تمام وحيكون بيعمل طوال احداث المباراة وان اي كلام يتقال بهذا الصدد غير صحيح ركز في الجزئية دي حتى النادي الأهلي منذ قليل يعني اعلى زي ما حرقكم شفتم من خلال صفحاته الرسمية على الصفحاته الرسمية على السوشيال ميديا دي جزئية مهمة جدا والمعلومات البناء اللي حرقكم معلومات مؤكدة جدا ومرفوض تماما مرفوض تماما فرض اي امر واقع غير مبني على اي اساسيات دي حاجة مرفوضة ومعليش يعني خلينا كده نتكلم مع بعض بصراحة والأهلي لو تقلوا النهاردة في الاجتماع الفني خلي بالك يا أهلي احنا لو ماتش الفار فيه تعطيل الماتش هيستكمل الأهلي حيسكت هيقول حاضر لا طبعا احنا شايفين الأزمات ما بين الأهلي والاتحاد الأفريقي لا الأهلي طبعا كان هيامل مشكلة كبيرة جدا الأهلي كان هيرفض الكلام ده تماما وخلي بالك برضو الجزئية دي لازم نأكد عليها ليه لأن احنا عندنا بعض التخاوف بخصوص ما حدث قبل هذه المباراة وكل ما يحيد بها أنه يستمر أثناء المباراة لا مش هنقبل الأهلي مش هيقبل انتو اخترتوا المغرب أن هي تنظم المباراة ما فيش أي مشكلة خالص دلوقتي مش ده اللي حنتكلم فيه كلمنا فيه كتير لكن في نفس الوقت لازم التنظيم يكون على أعلى مستوى احنا بنتكلم طبعا في دولة كبيرة جدا وشقيقة وعزيزة جدا هي دولة المغرب والناس هناك ناس شطرة وحتنظم المطش بشكل كويس بغض النظر عن أي توجهات من الاتحاد الأفريقي كتنظيم من المفترض أن التنظيم على كل المستوىات يبقى جيد ومية في المية مظبوط مية في المية يكون مظبوط ما فيهوش أو ما تشبهوش أي شيئب ده اللي بنأكد عليه إذن القصة دي عشان نقفلها محدش قال للأهلي خالص إن المطش لو الفار حصل فيه أي حاجة أو تعطل حيستكمل لا بل بالعكس التاني أنا بيعيد لحضراتكم بالعكس اللي تقل للأهلي يا جماعة الفار حيبقى على أعلى مستوى وحيفضل مستمر تور أحداث المباراة وبكفاءة عالية جدا عشان نقفل الملف ده خالص وده توضيح مهم حبينا أن إحنا نبتدي به مع حضراتكم الفقرة طيب أكمل